اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل المتابعين متابعية تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التعطية الخاصة هنتابع معاكم فيها اهم تطورات الخاصة بتأثيرات كورونا على العالم من الناحية الاقتصادية اكد رئيس البنك الدولي ان نمو الدول المتقدمة بيزيد بنحو خمسة اضعاف الدول النامية اللي بتعاني بالفعل من تراجع فرص العمل وزيادة التضخم نتيجة جائحة كورونا وتعثر سلاسل الامداد وايضا انتظار الحاويات كثيرا في الموانئ ما ادى لارتفاع الاسعار واضف في مؤتمر صحفي منذ قليل خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن ان الجائحة ادت لدخول مئة مليون شخص في الفقر المتقع لافتا الى ان هذا الامر سيؤثر على العالم لسنوات قد تمتد لعقد من الزمن مما يتطلب مواجهتها بشكل سريع ومن خلال نشر التنمية واوضح ان اولوياتنا الحالية هي نفاذ اللقاحات للدول الفقيرة بمساعدة الدول المتقدمة التي لا بد وانتفي بتعهداتها في ذلك الامر والاسراع بنشر اللقاحات مع المضي قدما فيما يتعلق بتردد البعض في تناول اللقاحات وتشجيع الناس على تناولها واشاد ايضا رئيس البنك الدولي بما شهده خلال زيارته الاخيرة لكل من الاردن والسودان فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات مشددا على اهمية تعاقد الدول على استيراد اللقاحات لتطعيم مواطنيها واشار كمان رئيس البنك الدولي ان ديون الدول الفقيرة زادت بنسبة 30% مما يتطلب جدولتها نظرا للصعوبات التي تواجهها تلك الدول نتيجة جائحة فيروس كورونا دي كانت النهاردة التصريحات الخاصة بمدير البنك الدولي او رئيس البنك الدولي خلينا برضو نتابع من جانب تاني لو بصينا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وهي وزيرة التخطيط انه رغم ما يشهد العالم من اضطرابات سياسية واقليمية وازمات اقتصادية كبيرة طبعا نتيجة جائحة فيروس كورونا حقق الاقتصاد المصري قفزات تموية في كل المجالات سواء الصحة او التعليم او السكن اللائق والمناطق غير الامنة واضافت انه القفزات الكبيرة اللي حققها الاقتصاد المصري بتعتمد على رؤية القيادة السياسية وادارة الشعب الذي سند الدولة في مرحلة الاصلاح الاقتصادي التي لم تكن سهلة للوصول بالدولة المصرية الى مراحل جيدة ومتقدمة وقالت كمان انه الخبراء اللي بيتكلموا عن مصر النهاردة ايجابيا واشادوا بالجهد اللي قابت بيه مصر ليس لهم اي مصلحة سواء يعني ابراز الواقع فقط ما عندهمش اي مصلحة الا انه هما يتكلموا عن الواقع فقط ودي طبعا كتير جدا من المنظمات الدولية اللي بتشيد بالاقتصاد المصري ونموه واضحت كمان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان التكاتف والتلاحم مع الدول الاخرى امرا هاما للغاية واشارة عظيمة من الدولة المصرية للدول الاخرى في فترة الازمات مبينة ان مصر ستشهد قفزة كبيرة بسبب مبادرة حياة كريمة باعتبارها اكبر تجربة تنموية على مستوى العالم من حيث حجم الاموال ونطاقها وعدد كمان المستفيدين منها وقالت نطاق التوسع في تقديم الخدمات بيشمل كل شيء حتى يصل الى الانترنت عن طريق الفايبر والغاز الطبيعي باعتباره احد انواع الطاقة النظيفة في الريف تابعنا معاكم تصريحات الدكتورة هالا السعيد الخاصة بالاقتصاد المصري والقفزات الكبيرة اللي بيعملها خلال الفترة الحالية واللي متوقع كمان انها تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية وايضا تصريحات رئيس البنك الدولي بنشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التغطية من تليفزيون يوم السابع وانتظرونا في متابعات جديدة على مدار الساعة الى اللقاء